أهلاً وسهلاً بكم في حلقة من حلقات صحة حواء حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من أستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليد بكرة الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظير المصرية وعضو مؤسس في جمعية التنظير الجراحي بحوض البحر أبيض مطاست ورئيس وحدة جراحة استقصال أورام بليفية مع الحفاظ على رحب طبعاً إحنا حلقة النهاردة جاية في خضام مواضيع كتيرة جداً وهي طبعاً الطقس الغير مستقر ونأمل إنه هو إن شاء الله يبقى كويس بإذن الرحمن في جمهورة مصر العربية مع بعض الناس إنه فيه وقف للدراسة والجامعات عندنا وده طبعاً نأمل إن الدنيا ترجع طبيعية بإذن الله يمكن الموضوع اللي إحنا حددناه الحلقة السابقة كانت إحنا نبدأ نتكلم عن تأخر الحمل أو تأخر الحمل والإنجاب تأخر الحمل يعني طبعاً موضوع مهم جداً جداً ولازم إن إحنا نفهمه بطريقة يعني كويسة علشان إن إحنا إذا أي طبيب بدأ يتوغل في هذا التشخيص يجب عليه إن يكون ملم تماماً بكل حاجة عن الزوجين وده اللي إحنا هنشوف تقريباً النهاردة فيلم أو اتنين عن كيف يتم التبويد وكيف يتم الإخصاب وكيف يتم الحمل وإذا لم يتم الإخصاب كيف إن هو يتم نزول أدو القصة هي قصة إن إحنا لازم نعرف زمان كنا بنقول إن فيه سيدة عقيم يعني كانت يمكن من مدة كبيرة جداً إن السيدة اللي عندها انسداد في الأنابيب كنا بنقول عليها عقيم تم ظهور طبعاً قصة الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وحلت الموقف ده تقريباً وكان أطفال الأنابيب هي الحل الوحيد الحمد لله اللي ظهر لهؤلاء المجموعة من السيدات وبالتالي النهاردة إن إحنا لما بنيجي نقول قصة تأخر الحمل ما بين الزوجين يجب على الطبيب إن هو أول زيارة للزوجين اللي هم متزوجين وعندهم تأخر إنجاب يقعد يسمع كل حاجة يسمع من الزوج يسمع من الزوجة تطور حياة الزوجة إيه مهم جداً جداً إن هو يعرف بعض البيانات اللي بتديله الطريق فيه إن هو إيه القرار اللي ياخده الانتظام الدورة عند السيدة بداية الدورة وهي شابة كيف تمت هذه الدورة؟ هل طبيعية ولا جت بأدوية ولا إيه بالضبط؟ عمر السيدة طبعاً من الأشياء المهمة جداً يجب الطبيب إن يضعها في الاعتبار هل في سابق عمليات للزوج أو للزوجة من قبل؟ كل اللي إحنا بنقوله ده طبعاً إحنا بنقعد أول زيارة للزوجين عندهم تأخر حمل وبنسأل الأسئلة دي ليست أسئلة للدردشة ولكن هي أسئلة إلى أنها تبلور كيف نضع البرنامج التشخيصي لهؤلاء الزوجين طبعاً إحنا يجب الأول نبقى عارفين إن في حاجة اسمها ضعف الخصوبة الصفر تلتي دي أو الخصوبة أقل من الوضع الطبيعي لأي زوجين وبالتالي الصفر تلتي دي أو الضعف الخصوبة يجب علينا إن إحنا نحطها في الاعتبار لأن في بعض السيدات بتجنى وتقول لي كلمة كنا بنتحك عليها زمان لكن هي حقيقة للأسف إحنا الغلطانين كانت بتقول مثلاً أنا كل ثلاث سنين بيحدث الحمل الوحد يعني العلماء بدأوا ينقشوا هذه المواضيع ليه هذه السيدة من الوحدها تبقى كويسة جداً وعندها تأخر شوية في الحمل ثلاث سنين وبعد كده يحدث الحمل طبيعي بدون أي مساعدات نهائية قصة الأطباء دلوقتي للأسف اللي هو ياخد زوجين حديث الزواج ويقول لهم على طول يلا نجري على المنظار يلا نجري على الحقن المجهري علشان نجيب من الآخر يعني أنا كان عندي زوجين الزوجة 24 سنة وكانت متجوزة كلها بقالها سنة وأول زيارة للطبيب حدد لها منظار رحمي وأطفال ألبيب يعني عدت راجع الأوراق كلها ما لقيتش أي سبب نهائي إنه هو يلجأ لهذا البرنامج اللي هو عايزه على طول كلمة نجيب من الآخر نلخص هتضيعي وقتك ليه هاتي أول عيل يملي عليك البيت وبعد كده حبالي طبيعي ما فيش الكلام ده عالميا لكن زي ما بنقول ذات سواي وار دوكتورز إحنا ده كثرة لاني لازم نضع الفكر في المشكلة المادية والاقتصادية بتاعة العوامل المساعدة للحقن المجهري وأطفال الأنبيب هي طبعا مؤثرة على الأفراد أو الزوجين ماديا طب هنجيب إن الزوجين عندهم الناحية المادية مش تفرق كثير وعندهم يملكوا هذه المادة الفشل الأطفال الأنبيب أو الحقن المجهري إذا بدأ مبكت بهذه الطريقة بيصيب الزوجين بحالة نفسية فعلا بتبقى حائط بينها وبين أي طبيب بيفكر يعالجها بعد كده ويساعدها إن يحدث الحمل طبيعي وبيبقى فعلا الحالة النفسية ما بين الزوجين في بعض الأحيان بتصل إلى الانفصال نتيجة إن بيحدث من أول محاولة الحقن المجهري أو الأطفال الأنبيب والفشل وطبعا مشكلتنا إن الطبيب قبل ما بيبدأ بيقولهم النسبة 60% أو 70% وقصص كده بتبقى إحنا كأطباء مش عارفين الكلام ده بيجيبه منين ومش عارفين ليه هو بيبدأ بسرعة جدا بالمنظار والحقن المجهري في زوجين شابين متزوجين حديثا ويجب إنه هو يرهق نفسه في الفحص والبحث واستخدام الوسائل المساعدة في معرفة تأخر الحمل يعني بنقول إن الأطباء يجب الأول إنه هو يعرف سبب تأخر الحمل عشان يشوف هي هل يوجد سبب يمنعه تماما من الحمل الطبيعي ولا لا إذا كان الأفلام جاهزة هنبدأ نشوف أول فيلم وهو إزاي البويضة بتخرج من المبيض وكيف أن الأنبوبة بتبقى جيالها وتبدأ تلتقط هذه البويضة والتقاء البويضة دي بيتبقى حاجة نعمة من عند ربنا لا يعلم أحد كيف تتم أن الأهداب هذه الأنبوبة تتجه نحو انفجار البويضة وتلقطها أثناء نمو خروج البويضات ونمو البويضات بيخرج هرمون اسمه الاستروجين هذا الهرمون أو الاسترديول هذا الهرمون غالبا هو المسؤول فقط على إعداد البطانة الرحمية ده مهم جدا جدا لأن أثناء نمو هذه البويضة بتفرز هرمونات بتعد بيها البطانة الرحمية ثم عند انفجار البويضة بتحدث خروج هرمون آخر مساعد إنه هو يساعد على إعداد هذه البطانة والبويضة هنا إذا دخلت إلى تجويف الأنبوبة هنتفرج على الأنبوبة يعني إيه أنا كلام النهاردة ده مقدمة آسف لأن إحنا هنعرف يعني إيه أنبوبة ممكن تكون سليمة لكن الأهداب اللي هي اللي موجودة بتكون لازجة أو لا تعمل أو مصابة بإصابات سابقة وبالتالي هذه الأنبوبة كأنها مش موجودة يبقى النهاردة عشان نتكلم على تأخر الحمل يجب أني أنا أقسم تأخر الحمل بين الزوجين الزوج بيبقى مسؤول عن إنتاج حيوان منوي قوي وهذا الحيوان بعدد معين يكفي إنه هو يبقى يعمله الخصوبة وهذا الحيوان غير مشوه وبالتالي لأنه سليم وغير مشوه هيكون الحركة بتاعته سليمة يبقى إذن الزوج هنا هيشيل 50% من سبب تأخر الحمل و50% أخرى اللي هي الزوجة ده تقريبا هنقولها لكن هنبدأ نتكلم يعني إيه إن شاء الرحمن على إزاي إن في بدأ يظهر بعد كده حاجة اسمها تأخر الحمل بدون إبداء أسباب ونبدأ نقسمها تأسيم حقيقي لكن أولا هنبدأ نتكلم على إن الزوج بيشيل مسؤول عن إنتاج الخط الحيوان المنوي هذا الإنتاج الخط الحيوان المنوي هنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل كيف ينتج الحيوان المنوي نفسه في الخصية وكيف يبدأ يخرج من الخصية ويحتويه التجويف اللي هو البرزخ ثم يبدأ البرستاطا في مساعداته في خروج الإفرازات اللي بتغذيه وتساعد على تكملة النمو أما السيدة هنا قريبة من نفس الرجل لكن خط الإنتاج البوايضة هنا داخل المبيض وخط إنتاج البوايضة هنا هنا في فرق بقى كبير جدا لأن سبحان الله خط البوايضة والخصية في الأجنة بتكون بدأت عند في تبدأ في منطقة اللي هو جنب العمود الفاقر ويبدأ الخصية تاخد خط نزول إلى إنها تنزل في الخصية على الأسف تنزل في الكيس الخصية وهنا بنقول لأن هنا الخصية يجب إنها تكون لها تبريد معين ما تحتفظ الخصية تبقى داخل البطن لأنها إذا كانت داخل البطن حرارة البطن هنا بتمنع أي تكوين للحوان الملو وبالتالي الخصية هنا بتنزل من جانب العمود الفاقري وبتنزل بخط سير إلى إنها تنزل فيه اللي هو كيس الخصية أما المبيض بنفس المكان هو هو برضو أيضا بجوار العمود الفاقري وينزل بس بيقف عند الحوض هنا بيقف عند الحوض في مكان معين وده نفس نزول خط السير هو هو وتكملة هنشوفها إن شاء الرحمن إزاي بتم نزول المبيض ويقف عند مرحلة لأن المبيض لا يتأثر بحرارة البطن بتبدأ المبيض بخط إنتاجه للبويضات هنا المبيض الفرق ما بين المبيض والخصية أن المبيض هو مخزون معين سبحان الله بنقول عليه أوفيريان بنك أو بنك المبيض يعني البنت الزغيرة هنقولها برضو إن شاء الرحمن في جزئية مخزون المبيض بتاخد مخزون مبيض على مبيضين هذا المخزون هو حصة لها وملهاج تاني هذه الحصة تكفيها بعد النضوج الكامل إلى أن تكون عندها خمسة وثلاثين دورة تقريبا آسف يعني خمسة وثلاثين سنة أنا آسف بخط إنتاج تبويض تقريبا حوالي خمسمائة مرة تقريبا هنقولها بالتفصيل الأرقام بإذن الله أما الخصية لا ده مش مخزون ثابت الخصية مصنع خط إنتاج وبالتالي هذا المصنع لا يقف مدى الحياة يعني بنلاقي راجل عجوز عنده 120 سنة ومتجوز بنت وحامل منه صح؟ لأن هذه الخصية ما بتقفش لا تقف خط إنتاج هذه الخصية نهائيا مدى الحياة أما عشان كده هذا المصنع عمله الشديد يجب أنه هو يكون في تجويف معين وهذا التجويف اللي هو الكيس الخصيتين ده بيحاول بيدي له نوع من أنواع التبريد وخرجت الخصية خارج البطن إذن هنا لو كان الرجل عنده عدم نزول الخصية في الكيس بتاعها وخصية معلقة داخل البطن وحصل نضوج بيكون حصل دمور كامل للخصيتين عشان كده أي طفل يولد بخصية معلقة يجب على طبيب جراحة الأطفال أنه هو على طول بينزلها في الكيس بتاعها عشان يحميها أنها لما يحدث عنده هذا النضوج الشاب الطفل ده منه هو ما يحصل لهش دمور في هذه الخصية تقريبا إحنا قررنا حاجة بسيطة لكن اللاجب أن إحنا هندخل نتوجل في خط إنتاج السائل المنوي وهندخل في خط الطبويد وليست إنتاج لأن خط إنتاج الطبويد هو بويضات بتطلق بانتظام اليوم الثاني لليوم الثالث من الدورة هذه البويضات ممكن تصل إلى 100 هنفطارد تقريبا 100 في كل دورة ثم كل البويضات دي بتفقد إلى أن يظهر بويضة قائدة هي اللي بتنضج وتكمل لهذه السيدة إذن هنا السيدة بتصرف شهريا بويضات وهذه البويضات بتفقد وبتنتهي وبالتالي السؤال اللي سألته واسألته 100 مرة واسألته حتى من أحد اللي هم اللي بيعملوا بيشتغلوا في الدعاية الأدوية التنشطية هل أنا لما هنشط هذه السيدة أنا بصرف من مخزون المبيض وبضيعه لا طبعا لأني أنا مقدرش أصرف من المخزون الجوه البنك نهائي لكن أصرف من اللي طلع من البنك نفسه أو اللي بيطلق أول نزول الدورة وبالتالي أقدر أخد لو كان بيخرج بالنسبة لنا تقريبا حوالي 100 بويضة كل شهر وهذه البويضات بتفقد بعد كده بتبوز أو بتخسر لأنه هو ده حكمة ربنا أنا أقدر بأدوية التنشط أخد منها بويضة 2 3 4 وممكن أكتر من كده في وسائل الحمل بالحقن المجهري هناخد اتصال وأول ما يكون السيد المعيد جاهز أول فيلم هنشوف أول فيلم طب هناخد أول اتصال مدام مونة أهلا وسهلا مدام مونة تفضل يا فان المدام نور ولا مونة لا نور حضرتك طيب معلش أصفية 3 4 بيكلموني واحد ألمونة واحدة النور اتفضل يا مدام نور حضرتك ممكن نسأل حضرتك سؤال يعني أي هو هرمون اللبن وإيه طريقة للعلاج وأنا ليه أربع سنة بوحل دكتر ناخد أدوية وكده ومفيش أي نتيجة حضرتك 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 هقول كلمة علمية شوية يا مدام نور عشان بس نفهم قصة أنا عندي هنا في المخ يوجد غدة في قاع المخ هذه الغدة اسمها البيتيوتري أو الغدة النخامية سبحان الله هذه الغدة تنقسم إلى جزئين اتنين جزء أمامي وجزء خلفي الجزء الأمامي هو المسؤول عن أكتر من خمس هرمونات بتخلي كل الغدة تشتغل تبدأ تفرز الغدة الفص الأمامي الهرمون المسؤول عن النمو الهرمون المسؤول عن عمل الغدة درقية الهرمون المسؤول عن عمل المبيض الهرمون المسؤول عن عمل الغدة الفوق الكلام ده الفص الأمامي وهذا الفص الأمامي يعني له شبكة من الأوعية شديدة جدا جدا مع المخ علشان يقدر يسيطر المخ والهايبوثالمس عليه أما الفص الخلفي سبحان الله هو فص له وصلة لأعلى المخ هذا الفص بيفرز هرمونين اتنين هرمون اللبن الهرمون البرولكتين وهرمون الاكستوسين لو جينا نتمعن في عمل الفصين وانتظام عملهم وكيف أنه هم مهمين جدا أنا أتكلم على السيدة أنا أفترض أن الهرمون الذي يصدر من الغدة الفص الأمامي مسؤول عن خط إنتاج التبويض والحمد وإذا هذا الهرمون الذي يصدر من الفص الأمامي له عمل نهايته الحمد أما الفص الخلفي له هرمون أساسي وهو الهرمون البرولكتين المسؤول أنه هو ده إذا ظهر بيبدأ يؤثر على خط إنتاج التبويض بالطريقة السلبية وهو مسؤول أنه بعد ما يحدث الحمل يزداد هذا الهرمون يعد السجل لأنه يدر اللبن بعد الولادة في نفس الوقت هرمون اللي معاه هو الأكستوسين هو المسؤول عن إن السيدة تنقل في ولادة وبالتالي إذا بدأ ينشط هذا الهرمون من الغدة الخلفية بعد الولادة لهو الأكستوسين ده بيخلي هرمون اللبن أيضا بيعلى تماما إذا لو كلمنا عن عمل الهرمون اللبن والهرمون المسؤول عن خط إنتاج التبويض للأسف أن هرمون اللي هو بيصدر من الغدة الفص الخلفي لقط إنه هو يزود النسبته في الدم إلى إدرار اللبن هذا الهرمون مسؤول بيعمل بالطريقة السلبية يعمل على مستوى المبيض ويعمل أيضا على مستوى فص الأمامي للمخ وبالتالي إنه مسؤول مسؤولية كبيرة جدا على يوقف أو يؤثر على خط إنتاج التبويض وهذا التأثير على خط إنتاج التبويض بيشتغل مركزيا على المبيض وآسف على المخ ومركزيا وطرفيا على المبيض وبالتالي إن هذا الهرمون إذا ازداد عند السيدة له تأثير ضار بخط إنتاج التبويض ده مش كده وبس ده له تأثير ضار أيضا إذا كان نسبته عالية على اندماء إن يحدث التخصيب البويضة واندماج البويضة داخل البطانة الرحمية أيضا وبالتالي له تأثير في تأخر الحمل بعد أنه يمنع البويضة أن يلتقي مع الحيوان ويمنع المكون الجنيني في أن ينزرع ويعمل تكرار فقدان حمل في أول الحمل يعني زي ما أنتم شايفين أن ظهور هذا الهرمون له تأثير ضار من أول الطبيب إلى نهاية أن يطرد المكون الجنيني عشان كده يجب على الطبيب دائما أنه يكون على علم بهذا الهرمون ونسبته وكيف يتعامل معه هنشوف أول فيلم أول فيلم هنشوف بقى بس هناخده بالراحة كده هنلاقي اللي أنا بفكرت فيه أن هذا الفيلم بيفصر لي الآتي كيف يتم خط إنتاج الطبويد؟ كيف يتم أن الطبويد يجب أن يلتقي أن أهداب الأنبوبة تاخد هذه البويضة ثم البويضة تتجه داخل الأنبوبة وتبدأ لو كان هيحدث الحمل يبدأ أن لقاء البويضة في التلت الخارجي تلتقي بالحيوان المنوي ويحدث بداية تكوين المكون الجنيني وأول ما يحدث تكوين المكون الجنيني هيحدث حاجتين اتنين بقى أول حاجة أن هذا البداية التكوين المكون الجنيني يفرز هرمون يحافظ على إشرة المبيض عشان تحضر بطانة رحمية يبقى هذا الهرمون اللي إحنا بنشوفه في تحليل الحمل وبالتالي تبدأ هذه المكون الجنيني في إفراز الهرمون اللي نقدر نقيسه بالتحليل الرقمي للحمل هناخد اتصال مدام أسماء مدام أسماء عليكم السلام وأهلا وسهلا يا فن إزاي حضرتك عمي يا أهلا وسهلا يا فن تفضلي لو سمحت يا دكتور أنا حملت مرتين وحصل سجوط للحمل أيها فن بس حضرتك من آخر سجوط لي سنة ونص ومحصلش حمل فقدان الحمل أو السقط ده كان في أول الفترات في الحمل مش كلا؟ كان في الأول سجوط كان شهر والتاني سجوط كان 55 يوم يعني ضعوبك قبل ما ييجي معادة دورة الثانية أو أنك عملت اختبار الحمل وعطول حصل فقدان الحمل فضلي آه ماشي فدكتور اللي سنة ونص ومحصلش حمل الدورة مضبوطة أو التنشيط كويس وباخد حجة التنشيط اللي هي التفجيرية وكويس والدنيا كويسة تمام بس ما حصلش حمل والله إحنا يمكن تأخر الحمل إحنا لخلانا أني أنا أختار الحلقات اللي إحنا هنبدأ بيها النهاردة بتأخر الحمل عشان أرض برضو أقول أني فيه نسبة كبيرة جدا جدا من سيدات عندها الشكوى أو هي موجودة فيها فترات من تأخر الحمل أو تعاني من فترات تأخر الحمل وأول ما يحدث الحمل في بدايته يحدث له فقدان يعني أنا عايز أوصل أن هذه السيدة يجب أني أنا عشان أعالجها صح أنقل هذه السيدة من مشكلة تكرار فقدان الحمل إلى أني أنا أعالج ما يسمى تأخر الحمل يعني السيدات دولة اللي بيفقدوا الحمل في أوله بعد فترة من تأخره يجب أن يتم علاجهم كأن سيدات بيعانوا من تأخر الحمل ده مهم جدا عشان كده هو ده الحلقات بتاعتنا اللي هنتكلم فيها عن حضرتك تفضل معنا نبدأ الفيلم الفيلم يلا بينا بقى نتفرج مع بعض سبحان الله طبعا سبحان الله أنا عندي المبيض هو الحلو اللوء اللوبيض دوت ويبدأ المبيض الموايدة تبدأ من وسط مفاط من مكان في المبيض وتبدأ تكبر 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 وكل ما بتكبر بتفرز هرمون بتزود بطانة الرحم زي ما انتو شايفين شوف انفجار هو ده الانفجار الحقيقي يعني بنقول انفجار شفتوا انفجارت ازاي يبقى اذا المبيض بينفجر كل دورة كل شهر بيحصل له انفجار السطح هنا شايفين بقى الطرف الأنبوبة خد الموايدة ورماها جوة الأنبوبة وبتمشيها الأهداب بتاعة الأنبوبة وبتغزيها وبتاخدها في أول طرف الأنبوبة إلى التلت الخارجي وتوقفها تنتظر هنا بقى البوايدة من العريس العريس اللي هو الحيوان المنوي هنا جايلها كمية كبيرة جدا لا نعلم لماذا يتجه الحيوان المنوي في هذا الاتجاه وازاي ياخد الرحلة الطويلة دي جدا جدا عشان يصل لهذه البوايدة ويلقحها وهنا بنبقى عندنا حل من اتنين يتلقح أو لا تلقح لا تلقح يعني نفترض ما فيش حياة زوجية هنا أو دي بنت هنفترض اذا لقحت هذه البوايدة تعمل هنا اذا لم تلقح آسف هنا البوايدة بتضمر أو بتختفي تماما اما داخل الانبوبة أو داخل الرحم الله اعلم لكن في الاخر بموت هذه البوايدة هنا الكيس بتاعها يقدر يعيش لمدة اسبوعين بعد اسبوعين من التفجير يبدأ ان هنا انهيار البطانة الرحمية وتنزل ضبر اللي احنا شايفينه دي صورة مهمة جدا اني انا عايز اقولها لاني هنستغلها شايفين الاهداب ضربتها ازاي ضربت البوايدة تدخلها جوه الانبوبة والانبوبة بيحدث فيها موجات غير طبيعية تجبر البوايدة للاتجاه ناحية الرحم وهنا اذا وجد حيوان منوي يخصبها اذا لم يوجد البوايدة تلتأم وتختفي تماما او دي حيوانات منوي لو اذا نخصبها بيحدث مكون جنيني ويبدأ المكون الجنيني هو الي يعد البطانة الرحمية عن طريق مواد معينة بفرزها تحافظ على كيس البوايدة الذي يفرزه الرمونات يعد البطانة لزرعة الجنين خلال اربعة او خمسة ايام يكون وصل الجنين يعني تقريبا شبه خلايا كاملة ويمكن الفيلم اللي بعد كده هنبدأ نشوف التفصيل تكوين الجنين ان شاء الله اللي انا عايز اوصله في هذا الفيديو الظريف اولا سبحان الله طبعا هي قصة اسئلة كتيرة جدا انا لا اعلمها اسئلة كثيرة جدا يوجد نظريات كثيرة جدا جدا النظريات دي هي طالما يوجد نظريات لا يوجد حاجة واضحة تفسر الشيء طالما وجدها نظريات هنا اول حاجة طبعا بنفسرها ان في حاجة اسمها علاقة وثيقة ما بين اطراف الانبوبة والمبيض هذه العلاقة الفيلم اللي احنا شوفناه دي اذا ارتجلت في ارتجال لهذه العلاقة يعني المبيض معلق الانبوبة معلقة يوجد التصاقات ان المبيض غير متواجد في وجه الاطراف الانبوبة هنا ارتجال هذه العلاقة بدأ العلماء يطلع على بند جديد وهي اسمها distorted tubal ovarian relationship ان في عدم انتظام العلاقة دي هي حل من اهم حاجة في ان السيدة كل حاجة فيها سليمة لكن ما بيحدث سحمل لان البوايضة هنا ما بتعرفش تدخل الطرف الانبوبة ده مهم جدا وبالتالي هللاقيها بقى فين في بعض السيدات اللي عندها التصاقات في بعض السيدات اللي عندها عيوب خلقية في المبيض ودي برضو طلعناها بالمنظار البطن الجراحي وما كانش حد يقدر يعرفها خالص وهي ان واتد المبيض عيب خلقي فيه واتد المبيض صغير صغير كده فالمبيض مشموط مشموط فوق وبالتالي ان الانبوبة مش عارفة تصل الى انها تلقط البوايضة وطبعا دي ما كانش حد يقدر يعرفها الا ما دخلنا في علم المناظير البطن الجراحي هناخد اتصال طب ناخد الفيديو التاني برضو عشان نعيش فيه بس هنشوفه مرة ونعيده تاني الفيديو التاني بقى هنشوف مع بعض برضو بس العملية ده الجهاز التناسولي عند السيدة يوجد هنا مبيض وهذا المبيض انا عايز هنا حتة بقى لما نلاقي البوايضة هي كل ما بتكبر كل ما تصل الى السطح وقفلي هنا نقفل حتة دي خليك واقف الفناني اللي عمل الفيديو ده عمله انا شفته مئة مرة لكن يمكن اللحظته حاجة حلوة جدا انه هو مسل البوايضة بالخاتم اللي فيه المازة يعني عمل الفكرو ان البوايضة دي عبارة عن خاتم فيها المازة والالمازة دي هي اللي لو انفجرت هتخرج وهي دي جوهر الحياة اللي هتجيب للجنين وبالتالي زي ما انتوا شايفين انه هو شافه يعني علمي يعني خياليا هذا المخرج قال ان هي البوايضة دي عبارة عن المازة موجودة في خاتم وهو ده الخاتم هو جدار بتاع البوايضة اللي هيقوم بالعمل اذا تم الحمل او انه هو هيضمر الوحده وهتنزل الدورة هنشوف الالمازة دي هتخرج ازاي من الخاتم وازاي الانبوبة تبدأ تلتخط هزين المازة اللي احنا بنقول فعلا دي المازة لهني دي جوهر الحياة اللي هيكون الحيوان المنوي قابلها ويحصل اخصاب الحاجة قبل ما نبدأ ان نحرك الفيلم ده في حاجة صغيرة قوي اني انا خدوا بالكو ان البوايضة دي نص خلية والحيوان المنوي نص خلية لكن سبحان الله ان البوايضة هي نص خلية لكن اكبر خلية يمكن رؤيتها بالعين المجردة يعني معلومة غريبة جدا الله ازاي يعني البوايضة الكبيرة وهي معها المكون اللي هيخرج منها اللي قولنا الالمازة دي بتوصل اثناء الطبويد الى تقريبا حوالي عشرين ملي يعني اتنين سلطي يبق اذا انا عايز اوصل معلومة ان اكبر نص خلية موجودة في جسم الانسان كله هي البوايضة هنشوف مع بعض بقى نحرك الفيلم الفيلم طيب الفيلم هنا البوايضة وهي بتكبر بتعمل حاجة اسمها نمو لبطانة الرحمية بتكبرها اثناء نمو كبرت بصوا بقى الالمازة خرجت الالمازة ولكن الكيس بتاعها لازال محتفظ فيه المبيض علشان كده المبيض بيبقى معرج ومجروح كله لاني كسرت الانفجار اللي بيحصل فيه هنا خرجت الالمازة ودخلت ودخل حيوان منو زي ما احنا شايفين قابل هذي الالمازة وقلنا انه كون منها اهوش اما شايفين الحيوان منو في الصورة الزغيرة بيحاولوا يسقبوا البوايضة لكن بينجح حيوان واحد في انه يدخل ويمنع دخول البقين ويبدأ ينقسم خلاياه الى اتنين خلايا الى اربعة الى اهو يتكاسر ستاشر الى ان يصل طول ما هو بيكبر في الحجم ويتكاسر هذي الخلايا بتفرز هورمون معين اللي احنا بنبحث عنه عشان نسبة النحام وهذه الرحلة بتاخد تاليبا من اربع خمس ايام داخل الانبوبة الى ان تصل داخل الرحم في اول جدار تقابله تصل الى جدار الرحم وتنزرع هذي المكون الجنيني بطريقة حلوة جدا جدا وهنا ان زرعه يبقى يكون الجنين ان شاء الله زي ما انتم شايفين وهنا ده خط سير وبالتالي الخط السير اللي احنا شايفين اه بص بص بينزرع ازاي بقى اهداب وهجوم داخل البطانة الرحمية علشان ينزرع طب اذا لم يحدث الحم تنزل الدورة طبيعية تماما يبقى اللي احنا عايزين نشوفه النهاردة الفيلم اللي احنا شايفينه ده معناه اني انا لازم الاقي في السيدة عضو تناسولي من رحم سليم تماما وعونق الرحم سليم تماما والاقي المبيضين سلام حجما تكوين البويضات فيه وخط انتاج التبويض يكون سليم والتقاء الانبوبة مع هذه البويضة اللي احنا قلنا الالمازة اللي بتنفجر ليجب ان تكون سوية ونفس الانبوبة هعيد الفيلم التاني اللي هنا وهنقف عند الانبوبة لاني ده نقاش عقيم جدا نقول للسيدة الانبوبة مدمرة يعني ايه هنشوف القصة نمشي في فيلم وهقولك اقف هنا عايزكم تشوفوا الانبوبة شكلها ايه من جوه هنا يعني زي ما نشايفين بص الاهداب هنا اولا بتتحرك عندنا حالات يوجد الاهداب لازقى بعضها لا تتحرك اهيه وشوفتوا بتتحرك ازاي اهداب هو ده رحمة ربنا اني زي ما نقول ما نعرفش نعمل الكلام ده خالص وبالتالي هزي الاهداب انها تتحرك ده مئة حاجة تبضخ الحيوان المنوي ليه بينضخ في اتجاه البويضة ما البويضة ممكن تكون من الطرف التاني ليه قط كل انتاج الحيوان المنوي بيتجه في الانبوبة اللي التقطت البويضة لا نعلم هل هي ايه عن طريق ايه هل هي كيموتاكتك هل هي حاجة اشارات كهرومغناطيسية هل كيميائية لا نعلم لكن خط السير انها المكان اللي بيطلق فيه البويضة هنا مهم جدا كل الحيوان المنوي بتدخل فيها الله دخلنا سؤال تاني طب هنا ليه اهداب الانبوبة بتنقسم الى الجزئين دي اهداب واحدة الجزء الطرفي الجزء الخارجي بيعمل الاهداب لداخل الرحم طب الجزء الاخر اللي هو التلتين اللي ملتصقين بيه الرحم بتعمل الاهداب في اتجاه تاني معاكس تماما قصة هي قصة رحمة ربنا لكن احنا كاطباء احنا بنشوف لكن لا نعلم الاسباب ايه وكيف ان احنا نعمل هذا الكلام لا طبعا لا نستطيع اه وهي دي رحمة ربنا في ان اعمار الكون وان كل حاجة تمشي الوحدة بدون اي تدخل من النهائي اذا ما انتم شايفين كده ان محتاجين ان الانبوبة تكون سلكة وتعمل وظيفيا وهو ده المهم جدا لانها اذا كانت مش سلكة هيحدث تأخر الحمل طب اذا كانت سلكة ومصابة ومريضة هيحدث ممكن حمل خارج الرحم او برضو لا يحدث الحمل وبالتالي يعني بنقول دايما يا ريت لو الانبوبة مريضة تبقى مزدودة ليه لان الستة دي مش هديحدث لها حمل خارج الرحم اما لو كانت مريضة وسلكة هنا هو ده المشكلة ان بيحدث لها حمل لكن في رجوع الجنين حجما بيزيد حجما لان الحوالي منه بيبقى صغير جدا والبويضة اللي هي بتخرج ايضا بيبقى صغيرة جدا بيقابلوا بعض بيكبروا في الحجم ولكن في رجوعهم بيقفوا عند مكان معين اذياء مكان في الانبوبة اللي انا عايزة اوصل له علشان السادة الاطباء يبدأ يفكر اوعى تنسى هذه الافلام في فكرك في تشخيص تأخر الحمل هناخد اتصال ونبدأ بقى ندردش ازاي نضع برامج طبية في التشخيص تأخر الحمل مدام ايمان يالو اهلا وسهلا يا مدام ايمان اتفضل يا فان سامحك سانتين ونص وحملت اول مرة نزل حملة على خمسة ثلاثين يوم والمرة التانية نزل العيل على خمس شهور عيال ايه اللي نزلو كانت حمل في عيال كتير يعني ايوة نزل خمس شهور العيل يعني اه تفضل اه وحملت المرة الثالثة انا والدة لها ستة وعشرين يوم يعني يعني انت والدة نعم معلش يعني فهواء شواء بعي حضرتك ولدتي يعني ايوة بعد الحمل الاولان والحمل الثاني انا زلوكت حملت مرة ثالثة وولدت لها ستة وعشرين يوم حالان يعني انت والدة معك بيبي دلوقتي ما هو توفى فانا معرفش في نازل جولة ممكن تكون دكتور جلي ممكن تكون من حكمة لا ريتش عشان انا مخطاش بعد استجدد الاول والثاني يا ستة يا فندم انت حضرتك الحمل الاخير اللي انت بتقوليه عليه ده ده اكتمل للاخر ولا توفى جوه البطن لا اكتمل لحد الاخر وجعد 15 يوم توفى ولدتيه طبيعي اه ولدته طبيعي طب توفى ليه فانا التوفى اكتشفته على يوم السابع انه هو عنده خرم في المصران بتاعه عنده ايه؟ اه عارش خرم في المصران وعملت له عملية خرم في المصران اه يعني ايه خرم في المصران يا فاندب يعني نازل في نقص في تجوء الجدار الامامي للامعاء يعني فيه جدار بطنه نقص والامعاء مظاهرة وكل حاجة ايه بس الكلام ده ما اكتشفنو وشهر يوم السابع ما كانش في حاجة يعني ايه ما اكتشفتنش يا فاندب وهو فيه طفل اللي بيتولد طبيعي وبعد كده يطيل جزء منه ازاي؟ انا هو دفتور اللي عائزة مع ليش انا بااااااا بااااااااا прошر الموضوع يعني فيه لابخ لابس شديد قوي ومعرفش الاطباء اللي شافوا هزا الطفل وما لهش علاقة أبدا بالRH عشان تبع عندك فكرة لأن الRH عشان تبدأ تهاجم الجنين بتبدأ بناء على نسبتها في الدم لأن ده نوع من أنواع الهجوم على خلايا الجنين وبالتالي أن الRH دي هتبدأ تصيب الجنين ممكن بمشاكل معينة أنه ينزل مرحلة معينة عنده أنيميا وعنده صفرة مرحلة أخرى تبدأ تهاجمه ويبدأ عنده استسأة لكن أنا معرفش الموضوع نزل الجنين فيه إيه عشان يتوفى لكن غالبا إذا وصلت لمرحلة جديدة جدا فبيبقى فيه استسأة في الجنين وهذا الطفل بيبقى صعب التعامل معاه بعد الولادة أما إذا كان إنه مرحلة الصفرة والأنيميا ده سهل جدا جدا بتغيير دم الطفل وحجزه فيه الحضانة أما الوجود العيب الخلقي اللي عند هذا الجنين أنا لا يعني ما أقدرش أحكم بالضبط أن ده إيه سببه أو إيه المشاكل اللي كانت حقيقية في هذا الجنين فضل طيب يعني إحنا دلوقتي بطبعا إحنا بعض الاتصالات لما حد يقول لي كلام زي خرم في الأمعاء وخرم في المصارين يا جماعة في بعض حاجات طبية كده مش ماشية يعني للأسف يعني يعني أنا أتذكر قصة أحد السيدات من شاه كانت عندها تسمم حمد وعندها السكر وكانت الوزن عالي جدا وأنا كنت وعندها زيادة في كمية المية حولين الجنين فجبت الطبيب التخدير وطبيب الأطفال الطأم كله وبدأنا نحط برنامج لهذه السيدة عند الولادة قلت لهم خدوا بالكم المية كتيرة دي أنا لازم عشان أبقى أنزلها هنزلها بالراحة علشان محصلش نوع من أنواع الصدمة ضخ الدم نحية الرحم والسيدة أثناء التخدير تبدأ يحصل ارتجال في البنج ومشكلة كانت هذا الكلام مع البنج جينا مع الطفل قلت له لدكتور الأطفال هذه الطفلة دلوقتي خد بالك في سيدة فيها السكر وضغطها عالي وتسمم الحمل وإحنا في الشتاء خد بالك أن الطفلة دي دائما هتبدأ تعاني من نزول نسبة السكر دي مهم جدا علشان كده يجب عليك أن أنت ندفيها كويس جدا جدا في الحضانة بتاعتنا ثم أن إحنا نقيس نسبة السكر مرة واثنين وثلاثة حضرنا كل بهذه البرنامج لهذه الطفلة واللي إحنا كنا مشاقصينه حصل فعلا أول ما خرجت الطفلة كويسة جدا جدا ومتدفية وبعد كده مفيش نص ساعة إحنا السكر لأنه نزل ثلاثين يعني ده اللي إحنا كنا عارفينه عشان كده مجرد ما بدأ الطبيب عارف وبدأ يتعامل معها تشافت وبقت كويسة جدا جدا وخرجت من الحضانة بقت كويسة جدا تمام؟ أنا أخد اتصال مدام زينب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضالي يا فان لو سمحت يا دكتور أنا بنسي متجوزة بقالها ثلاث سنين فضالي وجوزها كان عنده دويل وكده وعملها فكل الدكاترة كانت عاملها إشاعة باستبغى وعملها كل التحاليل كان يقوله ما فيش حاجة ما فيش حاجة عندها هي فدلوقتي تحليل جوزها الأخراني كويس ما فيهش أي حاجة وتحاليلها هي هرمون اللبن حاليا دلوقتي عالي وفيه تجلط في الدم يعني تجلط في الدم بعد إذن؟ قالك فيه نسبة تجلط عندها نسبة عالية في الدم عرفوا يعني معلش بعد إذنك ده الكلام الجديد اللي بسمعهم الأطباء كلها يعني إيه نسبة تجلط في الدم يا فاندم الكلام؟ ليس الطبي يعني هل يوجد شيء بيزيد التجلط وهذه السيدة عانت من مشكلة من التجلط قبل كده حدث لها جلطة في رجلها حدث جلطة في الرئة حصل لها جلطات عانت من فقدان الحمل وقال لها السبب هو زيادة التجلط أنا ما عرفش بيجيبوا كلام ده مني طب منها تحليل هي عملته حالياً بالوقت أنا موافق يعني إيه هو التحليل اللي عملته علشان أقول فيه إنها تجلط في الدم اسمه إيه التحليل؟ أنتوزروبين أنتوزروبين التحليل اللي عمله بالأنتوزروبين أنا معلش بعتذر أنا مش عارف هو إيه بروسرومبين يعني؟ آه آه يعني عملت بروسرومبين والآي إن آر وعملت كل الكواجيليشن بروفايل؟ أيوة طب ليه؟ ما هو الدكتور اللي طالب منها دلوقت اشان يشوف المشكلة التأخير من إيه لما تحليل جوزها كويس؟ يا فندم هو فيه حاجة اسمها تأخير الحمل من إن الإن آر عالي أو بروسرومبين عالي لازم أعرف إيه سبب الكلام ده؟ يعني إيه السبب إن السيدة دي؟ بص يا فندم أي إنسان عندنا يجب إن إحنا نحطه في خط سير هو تلات مراحل يا إما الأمور عنده كويسة في وسائل التجلط يا إما هايبو يا هايبر يا إما عنده وسائل تجلط ضعيفة جدا فعنده سيولة يا وسائل تجلط عالية جدا عنده تجلطات ما عنديش رابع ما عنديش رابع خالص وبالتالي أنا النهاردة لما أنت على كلامك عندها وسائل التجلط عالية يبقى لازم أعرف سببها إيه؟ ليه؟ يعني ده مهم جدا في سببها يعني إيه قصة علاقة إن السيدة دي بروسرومبين بتاعها عالي شوية وده هو اللي منع الحمل قولي له يا دكتور ملوش علاقة خالص يا فندم هو أنا لما آجي النهاردة ودور على تواجد بعض الأجهزة في الجهاز المناعي بيزود نسبة التجلط يبقى أنا بفكر في سيدات بيحدث الحمل وتكرار فقدان هذا الحمل ناتج من عدم وجود سيولة في الجنين لكن بدأوا الدكاترة كتير قوي يسيقوا استخدام قصة التجلط الدم قولوا له يا دكتور بس خلي بنتي تحبل الأول انت إيه اللي دخلك في تجلط الدم وديها لدكتور بتاعه يعني يكون أمراض الدم هيدحك وهيقول لك مفيش كلام الخايب اللي بيقولهولك ده يعني النهاردة أنا مش عايزي أن يسيق لكلمة تجلط الدم لأن دي مشكلة بنقابلها في بعض الحالات تكرار فقدان الحمل وأيضا موت الجنين جوه البطن وأيضا تسمم الحمل وأيضا وفاته قبل الولادة دي كل الكلام ده له علاقة في بعض زي مرض السيستيمي كلوبس اللي هو زئب الحمراء نفطارد مثلا بعض الأمراض عندنا في الغضة الضرقية من ارتجال الجهاز المناعي أيضا وبالتالي عندنا أشياء كثيرة جدا بتزود وسائل التجلط وبتؤثر على السيدة بفقدان الحمل ومتأثير مدى الحمل بالكامل لكن ما ينفعش أن كل دكتور راحت له ست أبوص سلاقي دياسيدي ما بتحبلش أبوص سلاقي دخل في يعملها تحليل الأمراض الأمراض اللي هي الإصابات الفيروسية والأنوع الأخرى ويخش في أمراض الدم ده بيهرج وإحنا شايفين أستاذ علي مش ساكت حاضر يا أستاذ علي طبعا إحنا يعني قصة هي بعتذر لهذا الطبيب اللي خاد القرار خطأ نبدأ نقول إن إحنا حلقاتنا إنشاء الرحمن تكون كل يوم أحد الساعة التاسعة مساء بإذن الرحمن حلقات صحة حواء بيتم رفعها على اليوتيوب يوميا بانتظام يمكنكم متابعة حلقاتي على اليوتيوب بإذن الله حلقات صحة حواء يوم الأحد الساعة التاسعة مساء ويتم إعادة هذه الحلقة بعد منتصف الليل يوم الخميس إن شاء الله استكمالا لتأخر الحمل هنبقى بقى أنا فتحت الشهية ببعض أفلام لكن هناخد جزء جزء إزاي نقول إنه لدور كبير جدا ودور واقعي وليست الكلام اللي بسمعه بكلام غير طبيعي وغير طبي نهائي وهو ده دور حلقات صحة حواء في نشر المعلومة الطبية الحقيقية وبالتالي مش عايزين نتوه الناس في مواضيع ملهاش قيمة علمية ولا قيمة تشخصية ولا قيمة علاجية نهائية إن شاء الله أنا شايف إن حلقاتنا قاربت على الانتهاء أو انتهت زي ما السادة علي بيقوله وسادة المخرج بإذن الرحمن هنستكمل حلقات صحة حواء يوم الأحد القادم بإذن الرحمن وعن استكمالا لتأخر الحمل وهنتكلم عن يعني إيه يعني ضعف الخصوبة أو إن الخصوبة مش موجودة نهائي اللي بنقول عقيم تماما وده اللي هنقوله إن شاء الله وندعي ربنا بإذن الرحمن لكل السادة مشاهدين والسيدات إن رزقهم بحمل ودعونا دعوة حلوة إن شاء الله في الأيام المفترجة بإذن الرحمن وأنا بسأل بس عم رجب بتاع أسوان ما كلمنيش بقال له حلقتين يا عم رجب أنا انتظرتك تكلمني عشان تقولي يعني إيه رجب والأسف انتظر ما عرفتش لغد وقت يعني إيه رجب هنلقاكم على خير إن شاء الرحمن يوم الأحد القادم بإذن الرحمن الساعة التاسعة مساء كان معكم الأستاذ دكتور أيمن حمود وأستاذ أمراض النساء والتوليد بكل الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظير المصرية ورئيس وحدة استقصال الأورام اللي فيها مع الحفاظ على الرحم هنلقاكم على خير إن شاء الرحمن باستكمال حلقات تأخر الحمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته